يا أهلا بكم في الأجندر في الحلقة الماضية تحدثنا عن معالم في تاريخ الظاهرة الدينية وقلنا إن فهم هذا التاريخ يساعدنا على فهم الظاهرة الدينية نفسها ونحن في أمس الحاجة هذه الأيام إلى فهمها وإعادة بناء تاريخها ظاهرة الدينية يعني حتى لا يتحول الدين من فرصة إلى تهديد كما هو حاله اليوم أو كما يحاول البعض تكديمه عرضنا في الحلقة الماضية لإشارات قرآنية تكسم حكب الظاهرة الدينية إلى حكبتين كبيرتين هما حكبة أنبياء ما قبل التاريخ وحكبة أنبياء ما بعد التاريخ ورأينا كيف تطابقت معطيات القرآن التاريخية مع معطيات علم الآثار الحديث عند حديثه عن حكبة أنبياء ما بعد التاريخ ولاحظنا أيضا كيف أن الإشارات القرآنية قد دلت على تطور الشريعة الدينية عبر الزمن في هذه الحلقة سأتعرض لموضوع أهم له علاقة بتاريخ الظاهرة الدينية كنت قد أشرت إليه في الحلقة الماضية عندما ذكرت فخ التفسير السياسي للإسلام موضوع هذه الحلقة سيكون في صيغة السؤال يقول كيف وجه التاريخ فهمنا للدين أي أن الحلقة تطرح دعوة وتحاول إثبات هذه الدعوة الدعوة تقول إن تاريخ الدين تدوجه فهمنا للدين بينما كان ينبغي أن يحدث العكس كان ينبغي أن يقوم الدين بتوجيه فهمنا للتاريخ والدين المكصود هنا طبعا هو الإسلام ممثلا بالقرآن الكريم وهو موضوع مهم وشائق كما أظن فكونوا معنا ليس من المبالغة القول بأن جزءا كبيرا من مأساتنا اليمنية والعربية الراهنة يعود لسبب واحد هو تحكم الوعي التاريخي بالوعي الديني بعبارة أبسط تسلط المنظور التاريخي على المنظور الكرآني المسلمون وقعوا في خطأ استراتيجي يتعلق بقراءة الدين يعني بفهمه هذا الخطأ هو أنهم قرأوا الدين بعيون التاريخ بينما كان ينبغي أن يحصل العكس أن يقرأوا التاريخ بعيون الدين هذه مخالفة واضحة للنص القرآني الذي يعلن بأنه ينبغي أن يكون مهيمنا على النص أو على النصوص الدينية الأخرى فما بالك بنصوص التاريخ قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه هذه الآية تطلب من المؤمنين أن يجعلوا القرآن كتابا مهيمنا على النصوص الأخرى الدينية والعلمانية يصدق ما فيها من حق ويعيد بناءها وفكا لمنظوره الخاص وهذا هو معنى الهيمنة في الآية الهيمنة تعني الرقابة العليا للنص لأن المهيمن في اللغة هو الرقيب العالي هذه الهيمنة تجعل للنص القرآني سلطة تفسير وسلطة توجيه للنص التاريخي القرآن هو محكمة النقض التاريخية وهو المحكمة الدستورية العليا في التاريخ وهذا الكلام لا أقوله باعتبار أن القرآن كتاب مقدس بالنسبة لي بل باعتباره مصدرا موثوكا للتاريخ حتى عند غير المؤمنين به يعني بالنسبة للباحث غير المؤمن غير المؤمن بالقرآن يعني من حقه أن لا يصدق القرآن في أخبار الغيب وفي العقائد الدينية لكن ليس من حقه أن يكذب القرآن فيما سجله من وقائع تاريخية تخص زمنه على الأقل لأن القرآن هنا هو الوثيقة التاريخية الأكثر موثوقية عند العرب هو أول وثيقة عربية ابتداء وأكثر وثيقة في ناحية التوثيق يعني حتى عموم المستشرقين المحترفين يسلمون بذلك يسلمون بأن القرآن وثيقة تاريخية موثوقة حتى لو لم يكن كتابا سماويا من وجهة نظرهم لماذا؟ لأن هذا الكتاب دون الأحداث وقاله بشكل إشارات يعني ودون الوقائع أمام الجميع ونقله الكافة عن الكافة وليس بإمكان القرآن أن يكذب في سرد الوقائع كما رأاها أهل زمن يعني مش ممكن يتحدث مثلا عن غزوة بدر ولا غزوة أحد ولا عن حادثة أمام المجتمع الإسلامي الأول وهي يعني غير موجودة أو يخترعها اختراعا أو يكذب في في رواياتها ليس بإمكاني ذلك وليس بإمكان أحد إنكار تواتر النص القرآني مع ملاحظة أن القرآن كما قلت دائما ليس كتاب تاريخ قلت هذا في الحلقة الماضية وإنما هو كتاب إشارات تاريخية تعمل بمبدأ التكامل مع التاريخ العلماني يعني هو لا ينفي التاريخ ولا يضع نفسه بديلا عن التاريخ تاريخ العلماني خارج الدين وإنما هو مكمل أو لديه إشارات توجه التاريخ العلماني ليست مهمة القرآن كتابة التاريخ كما فعلت التوراة العبرية بل توجيه التاريخ وتصويبه وسأضرب في هذه الحلقة وفي الحلقة الكادمة إن شاء الله بعض الأمثلة عن الكيفية أو حل الكيفية التي يقوم بها القرآن في توجيه التاريخ وإعادة تصويبه وأبين لكم كيف وقع المسلمون في الخطأ الاستراتيجي المتمثل في جعل التاريخ مهيمنا على القرآن فأصبحوا يكرؤون القرآن بعيون التاريخ وعقل التاريخ وسأحدثكم عن الآثار الكارثية لهذا الخطأ في الحياة الإسلامية في الحلقة الكادمة إن شاء الله وإشارات بسيطة في هذه الحلقة ذكرت في حلقة سابقة عن العقل السلفي أن المسلمين قد جعلوا التجربة الإسلامية الأولى في زمن النبي وصحابته هي المدخل لفهم الإسلام قالوا إن تطبيقات النبي وصحابته للإسلام هي الإسلام وهكذا ضغطوا الإسلام في حدود التجربة التاريخية الأولى وكأن الأمر أو كان الأمر أشبه بإدخال فيل في صندوق صغير الفيل هو الإسلام والصندوق هو التجربة الزمنية المحدودة للمسلمين في الكرن الأول الإسلام أطروحها عابراً للزمان والمكان والظروف أطروحها كبيرة شاملة وتجربة جيل الصحابة تجربة غير شاملة تجربة محدودة لا يمكنها أن تكشف عن كل أبعاد الإسلام ولذلك تعتبر صندوق في مقابل الإسلام وهي أيضاً تجربة تاريخية بمعنى أنها منقولة عبر الرواية التاريخية في حين أن الإسلام غير تاريخي فكرة خارج التاريخ فوق التاريخ يعني على المسلم وفقاً للنظر النظرية السلفية على المسلم أن يمر بدهليز التاريخ قبل أن يدخل على القرآن قبل أن يذهب إلى القرآن أي أن المسلم لن يدخل على القرآن إلا بعد أن يستمع إلى توجيهات التاريخ أصبح التاريخ هنا بمثابة الحاجب الذي يتحكم بالخليفة زمان في العصر العباسي كان في حاجب كوي وخليفة الضعيف كان الحاجب الكوي يتحكم في الخليفة وهكذا كان الفهم السلفي للإسلام هو أول خطوة باتجاه سيطرة التاريخ على الدين المشكلة لم تكف عند هذا الحد فلو أن التاريخ أو تاريخ التجربة الإسلامية الأولى قد نقل إلينا بشكل كامل ووافي لقلنا ما عليش يعني الأمر هاي لكن الحقيقة أن التاريخ التاريخ التجربة الإسلامية الأولى يعني في الكرن الإسلامي الأول تجربة الصحابة والنبي تاريخ النبي وصحابة نقل إلينا بشكل ناقص ومشوه وهذا أمر طبيعي طبعاً لأن العرب آنذاك لم تكن لهم خبرة في كتابة التاريخ ولا في الكتابة برمتها العرب كانوا أمة أمية لا تعرف الكتب ولا تعرف الكراءة والكتابة إلا ما ندر من الناس والقرآن هو أول كتاب في تاريخها ما يشفي عند العرب كتب أول كتاب هو القرآن باستثناء التوراة عند بعض العرب الذين آمنوا بها وهم كلا كليلا كانوا موجودين في اليمن ولهذا عندما حاول بعضهم تدوين وقائع الأحداث في زمن النبي وصحابته ارتكب عدداً من الأخطاء المنهجية وحنعرف في الحلقة القادمة كيف ارتكب هذه الأخطاء أبرز هذه الأخطاء خطأ التركيز على البعد العسكري في حياة النبي كان هذا أبرز خطأ استراتيجي منهجي في كتابة السيرة التركيز على البعد العسكري في حياة النبي وجعل هذا البعد في المركز من السيرة النبوية حتى أن القارئ في العصور التالية شعر أن السيرة النبوية هي سيرة الحرب في المقام الأول مع أنها ليست كذلك سيرة النبي وصحابته كانت سيرة إنسان وسيرة مجتمع فيها أحداث كثيرة أبعاد كثيرة لكننا اليوم لا نجد صورة واضحة لمعظم حياة النبي ولا لمختلف جوانب الحياة الاجتماعية في القرن الهجري الأول كثير من الأمور لا نعرفها في طفولة النبي وفي صباه وفي شبابه وفي زمنه حتى في وقت نبوة كثير من الأمور لا نعرف وكانت مهمة والمتوفر منها من هذه السيرة يعطي معالم حياة لا تفاصيل حياة لماذا؟ لأن المؤرخين صلطوا الضوء على الجانب الحربي فقط أو الجانب الحربي بشكل أكثر في السيرة النبوية وردت جوانب أخرى لكنها هامشية ما أعطتش صورة كاملة مع أن هذا الجانب الحربي والأسكري في حياة النبي والصحابة لا يشكل إلا نسبة بسيطة من حياة الصحابة والنبي المفكر الهندي وحيد الدين خان أحصى عدد ساعات الحرب في زمن النبي اللي خاضها النبي يعني في حياته كلها فوجدها لا تتجاوز 36 ساعة في 60 غزوة وسري 36 ساعة فقط يعني النبي كظى هو صحابته في الحروب 36 ساعة فقط خلال حياته كلها وقال بعض الباحثين المعاصرين أن عدد ضحايا هذه المعارك معارك النبي وصحابته ضحاياهم في الحروب كلها لا تتجاوز لا تتجاوز عند التحقيق 500 كتير من الطرفين من طرف النبي والمسلمين ومن الطرف الآخر إذا أسقطنا العدد المشكوك فيه والمبالغ فيه والمبالغ فيه عن قتلى بني كريضة وسنحقق قصة بني كريضة هذه في الحلقة القادمة إن شاء الله لأبين لكم كيف أن النص التاريخي قد يهدد سمعة الدين ويطيح به أما الآن سيكون حديثنا فقط عن كيف يتحكم التاريخ في فهمنا للدين أو للإسلام قلت في أو إن الذين كتبوا السيرة النبوية قد ركزوا على البعد الحربي والسياسي في حياة النبي وصحابته واختزلوا ستة وثلاثين سنة من عمر النبي في ستة وثلاثين ساعة ثلاثة وستين سنة اختزلوا في ستة وثلاثين ساعة حرب أو غزو مما جعل السيرة النبوية وكأنها أو تبدو وكأنها سيرة حرب وسيرة مقاتلين لا سيرة مجتمع طبيعي له نشاطات طبيعية ومن هنا نبت الخطأ والاستراتيجي المتمثل في التفسير السياسي للدين ومن هنا جاءت مقولة الإسلام دين ودولة لكن قبل أن أمضي في تحليل المشكلة من المهم أن أنبه لمسألة هي أننا عندما أو أنا شخصيا عندما أرفض التفسير السياسي للدين فهذا لا يعني أني أقول بما يقول به العلمان المتطرف من أن الإسلام لا علاقة لو بالسياسة والحياة لا الإسلام له علاقة بكل نشاطات المسلم المكلة بما فيها النشاط السياسي لكن بمعنى مختلف عن المعنى الذي في ذهن الإسلام السياسي نحن نقول أن الإسلام دين مهيمن مهيمن على الحياة بقيمه لا بأحكامه وهناك فرق كبير كبير جدا بين هير Сегодня بين هيمنة القيم الإسلامية وهيمنة الأحكام الإسلامية هيمنة القيم تعني هيمنة ضمير المسلم على حياته لأن الضمير هو بيت القيم بينما هيمنة الأحكام الفقهية تعني هيمنة المفتي والمذهب على حياة المسلم ونشاطاته لأنه معظم الأحكام فقهية عندهم الأحكام اللي في القرآن محدودة من حق المسلم أن يطالب بجعل النشاط السياسي لدولة محكم بالقيم الإسلامية من حقه لكن ليس من حقه المطالبة بأن تكون الأحكام الإسلامية هي المرجع لأنها أحكام مذهبية وليس الديني لأن الأحكام في الأغلب بنات المذهب لا بنات الدين ونحن نريد حيمنة الدين لا هيمنة المذهب الدين المسلمون لا يحتاجون لمفتي يعلمهم القيم الإسلامية في كل وقت لأن هذه القيم قيم واضحة ومحدودة يتعلمها المر في طفولة مرة واحدة مثل ما يتعلم الطريق إلى بيته والآن نرجع لموضوعنا أقول عندما جعل المسلمون التجربة الإسلامية الأولى شرطا في فهم الإسلام أضروا بالإسلام وبأنفسهم ضررا بالغا لماذا؟ أولا لأن التجربة الأولى التجربة الإسلامية الأولى مع النبي وصحابته لا تستطيع أن تمثل كل أبعاد الإسلام كما قلت وثانيا لأن هذه التجربة لم تنقل إلينا بشكل كامل أو شبه كامل بل نقلت إلينا مشوشة وقاصرة ومن ثم فليس لدينا صورة واضحة للتجربة الإسلامية الأولى حتى نستهدي بها في فهم الإسلام كما يريد التجارة السلفي هذا أولا وثانيا وثانيا أو وثالثا لأن فهم التجربة الإسلامية الأولى من خلال التاريخ المكتوب قد لا يكون فهما جيدا أو موحدا لأن كل جيل وكل شخص بيفهم هذا النص التاريخي بطريقة خاصة ومختلفة وبهذا نكون كد ابتعدنا عن الدين الدين نفسه ثلاث خطوات ابتعدنا عنه خطوة أولى عندما جعلنا التجربة الأولى شرطا في فهمه وخطوة ثانية عندما جعلنا التاريخ القاصر مدخلا لفهم التجربة الأولى وخطوة ثالثة عندما انقسمنا مذاهب جماعية وفردية في فهم التاريخ القاصر ومن ثم كان لابد أن يتشكل لدينا فهم قاصر عن الإسلام تسبب في معظم هذه المشكلات السياسية والاجتماعية التي لها علاقة بالخطاب الديني هذه الظاهر الحوثية المشكلة الداعشية هذه الظواهر كلها هي ظواهر نتجت ونبتت بسبب هذه الأخطاء الثلاثة التي ذكرتها والتي تنتمي إلى خطأ واحد أساسي وهو التفسير السياسي للدين أبرز مثال على تحكم الظاهرة أو على تحكم التاريخ بالدين الإسلامي هو مذاهب التشيع مذاهب الشيع تأملوا معي هذه المذاهب كما يعرف الجميع ويعرف أصحابها هي في جوهرها مذاهب سياسية لا دينية مذاهب تطلب السلطة والمال والجاه لسلالا من السلالات بصورة رسمية يعني ما بينكروش هذا الكلام إذن هذه بضاعة دنيوية وهذه بضاعة ليس لها سوق الناس لا يمكن أن يقبلوا بفكرة مثل هذه طيب لهذا السبب لجأ مصمموا المذهب المذاهب التشيع يعني لجأ الذين صمموا هذه المذاهب لجأوا إلى حيلة ماذا فعلوا؟ لقد روجوا للمذهب السياسي في سوق الدين أدخلوا الذئب السياسي بين مجموعة خراف دينية وقالوا للناس هلموا نحن نبيع الخراف وبالفعل نجحوا في بيع المذهب السياسي باسم الدين وفي سوق الدين لأن عامة الناس يظنون أنهم يشترون خراف ولا يلحظون الذئب المتنكر في هيئة خروف بينها والطبيعة السياسية الدنيوية للمذهب الهادوي تحديدا هي السر وراء جفاف هذا المذهب وخلوه من الزهاد الحقيقيين ومن التوجهات الذات الطابع الإنساني يعني اللي يعرف المذهب الزيدي والهادوي يلحظون أنه ما عندهم شي زهاد حقيقيين وما فيش حركة زهد حركة عقلانية وحركة جافة يعني وحركة دنيوية هذا السبب لأنه في الأساس في جوهره مذهب سياسي دنيوي الشاهد في الأمر أن المذاهب السياسية المتنكرة في ثياب الدين هي مذاهب تاريخية لا ديني مذاهب التشيع التي أفسدت حياة العرب والمسلمين طوال 1300 سنة ليس لها أي سنة في القرآن الكريم لاحظوا هذا القرآن هو المرجع المتفق عليه بين المسلمين أتحدى أن يأتي الشيعة أو أي مذهب آخر بدليل واحد صريح على مقولاتهم المذهبية من القرآن نفسه ما فيش لازم يرجعوا للتاريخ لا يوجد لا يوجد نص واحد في القرآن يبرر مذاهبهم أو يشرعنها كل أدلتهم المذهبية تأتي من أين؟ من نصوص التاريخ نصوص التاريخ اللي بعضها تاريخ متفق عليه وبعضها بيسموا أحاديث أحاديث النبي أو أحاديث الآئمة يعني يأتيك بآية عامة مجملة من القرآن ثم يخصصها برواية تاريخية يسميها حديث نبوي أو ما شبه ذلك يأتيك بآية خاصة بنساء النبي مثلا ثم يسرق هذه الخصوصية لذرية علي بن أبي طالب بوسطة نص تاريخي ينتزع الآية من سياقاتها الداخلية ويضعها في سياق تاريخي دائما يلجأون إلى التاريخ لتحريف الدين وتزويره أو ليستنطقونه بما لم يقله بل إنهم ينزعون نصف الآية ليضربون به النصف الآخر مثل ما فعلوا مع قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الريكس أهل البيت ويطهركم تطيرا هذه آية مشهورة عندهم في الصراع المذهبي قالوا أهل البيت في هذه الآية هنا هم آل علي مع أن العبارة السابقة ليست مستقلة التي تخاطب نساء النبي لو كانت مستقلة ممكن نقول معلش حتى يتلاعبوا بسياقها لكن هذه جزء من آية كاملة تخاطب نساء النبي يعني الآية بتقول وكرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الريكس أهل البيت نفس الآية يعني آية واحدة قالوا أهل البيت أو أهل البيت هنا تعني آل علي طيب كيف؟ السياق في خطاب النساء مش عايزين ندخل في تفاصيل لأنه الرد عليهم ببسيط وواضح المهمة نستيقل أن الشاهد ضربوا مقدمة الآية بمؤخرتها وعطلوا السياق وعطلوا العقل وعطلوا اللغة وعطلوا العرف لأنه كل هؤلاء يقولون الأهل هم النساء ماذا فعلوا؟ أحضروا نص تاريخي يرغم الآية على التشيع أحضروا نص تاريخي وزوجوه بالآية الزواج كاتوليكي النص الذي يسمونها حديث الكساب نحن هنا أمام عملية تحريف حقيقي للدين استعان فيها السلاليون عبر التاريخ بالنص التاريخي على النص الديني هكذا التاريخ يوجه الدين إلى حيث يريد الناس لا إلى حيث يريد الدين وهكذا مئات النصوص التاريخية الأخرى أفسدت الدين والدنيا معا قد يقول قائل لكن القرآن لا يستغني عن التاريخ في فهمه ونقول هذا صحيح القرآن بحاجة إلى مشاركة التاريخ في بيان بعض مبهماته ومجملاته كما هو بحاجة إلى العلوم العلمالية الأخرى لكي يكشف عن حكائكه لكن بشرط أن يظل القرآن نفسه مهيمنا على هذه المعطيات ولا يدخل تحت رحمة التاريخ كالسجين المظلوم التاريخ قد يسهم في إضاءة بعض الجوانب المبهمة في القرآن لكن الذي تفعله المذاهب الدينية الإسلامية شيء آخر مختلف عن هذا المذاهب الإسلامية وخصوصا مذاهب التشيع تجعل القرآن أجيرا عند التاريخ تجعل التاريخ مهيمنا على القرآن وهذا مثال يوضح كيف يكون التاريخ خادما للقرآن سنعطي مثال لدينا قصة ذو الكرنين في القرآن الكريم ذو الكرنين ويأجوج ومأجوج هذه القصة فيها غموظ لأن القرآن لم يذكر تفاصيل واضحة عن ذو الكرنين وعن يأجوج ومأجوج لم يذكر تاريخ الحادثة ولا مكانها ولا الخلفية التاريخية لها ولا نجد في كتب التاريخ الكلاسيكي أي ذكر له وهناك من يستغل هذا الغموظ بعد التوراة طبعا فيها ذكر ليأجوج ومأجوج هذا الغموظ في القرآن أدى إلى اتهام القرآن باختراع القصة من العدم البعض اتهام القرآن بأنه اختراع القصة من العدم في هذه الحالة يمكننا أن نلجأ إلى علم الآثار والتاريخ لفك الغموظ مثلما فعل أحد علماء الهند عندما حقق المسألة فوجد أن وقائع قصة ذي الكرنين في القرآن تتطابق مع وقائع قصة الملك الفارسي كورش وذهب يقدم الدلائل على ذلك بذكاء وصبر يقدم دلائل كثيرة لمجال لذكرها الآن هذا مثال عن كيفية أو على كيفية جعل التاريخ خادما للكرآن القصة المبهما في القرآن راح يدور في التاريخ عن ما يؤيدها إذن التاريخ هنا يخدم القرآن أما ما يفعله الشيعة والمذهبيون فهو أنهم يجعلون القرآن خادما للتاريخ القرآن يتكلم كلام يروحوا يجيبوا نص يلوي عنقه ويوجه لخدمة السلالة أو لخدمة الناس يجعلون القرآن والتاريخ في النهاية خادمين للسلالة وهذا هو عين ما فعله بنو إسرائيل من قبل ولعنهم الله بسببه ما الذي فعله بنو إسرائيل زوروا التاريخ كل اللي يخدم بنو إسرائيل بنو إسرائيل وبنو الذين تعرفون كلهم حرفوا التاريخ وحرفوا القرآن أو حرفوا الدين باتجاه واحد لخدمتهم حرفوا دين موسى لكي يخدم سلالة بني إسرائيل وحولوا التوراة وكانت عبارة عن شريعة وكانون توراة معناها شريعة شريعة كانونية أخلاقية حولواها إلى نص تاريخي أضافوا إليها نص تاريخي نصوص تاريخية واليوم التوراة العبرية تعدى المرجع الأساسي للتاريخ صحيح أن مذاهب التشيع هي أكثر من استغل الدين الإسلام لمنافع سياسية الدنيوية إلا أن مشكلة القراءة السياسية للدين لم تتوقف عند المذاهب الشيعية فقد وقعت فيها كل المذاهب تقريبا مذاهب السنة وقعت فيها بسذاجة لا عن عمد هذا هو الفرق بينها وبين مذاهب الشيع وخصوصا المذاهب السنية الحديثة كالإخوان المسلمين جماعة الإخوان لديها مشروع سياسي جاد هادف يهدف إلى خدمة الأمة الإسلامية أنا لا أشك في ذلك لكن الحملية برمتها كائمة على أساس فاسد وهم لا يشعرون هذا الأساس الفاسد هو كما قلت التبسير السياسي للإسلام وهو ثمرة من ثمار كراءة القرآن بمنظور التاريخ دخلوا من بهو التاريخ إلى حضرة القرآن بعد أن أملأ عليهم التاريخ التعليمات اللازمة للوقوف أمام القرآن كما يفعل موظفه المراسم في قصور الرئاسة والملك قبل أن تدخل على الملك والرئيس سيلقاك موظف المراسم ليعطيك بعض التنبيهات والملاحظات البروتوكولية وهكذا تحول التاريخ بنصوصه المختلفة إلى حاجب قوي في حضرة الخليفة الضعيف للأسف الشديد إذا كان هناك من ثورة إصلاح ديني يجب أن تحدث لدى المسلمين فهي ثورة تحرير القرآن من سلطة التاريخ وإيمنته ثورة تعيد تعريفة الدين والتاريخ عن طريق الفصل الواضح بين حدود الدين من حدود التاريخ يجب أن يكون لدينا معايير متماسكة للتمييز بين ما هو دين وما هو تاريخ أو دنيا المعايير المتوفرة الآن بين أيدي الشيوخ شيوخ الدين معايير رخوة قاصرة تسمع بدخول التاريخ في صلب الدين وتصبغ المدنس بصبغة المقدس تدخل العملة المزورة في خزينة الوحي فيحدث التضخم ويخسر الدين سمعته ويخسر المسلمون واقعهم ما يحدث بسبب الخلط بين الدين والتاريخ هو أن أو بسبب هيمنة التاريخ على الدين يشبه ما يحدث يشبه حالة التضخم التي تحدث في الاقتصاد التضخم الاقتصادي هو عبارة عن زيادة في الفلوس يقابلها نقص في القيمة كلما زادت الفلوس قلت قيمتها لما ذلك أنه زيادة الفلوس من غير زيادة في الإنتاج يقلل قيمة هذه العملة تصبح المئة ريال تساوي تسعين ريال قبل سنة مثلاً هنا في تركيا يقال قبل مدة كان الواحد يدخل المطعم يتغدى بمليون ليرة اليوم ممكن تتغدى بعشر ليرة أو خمسة عشر ليرة كانوا يطبعوا فلوس كثير لأنه إنتاجهم محدود وصادراتهم محدودة والغطاء الذهبي محدود فحصل تضخم هذا ما يحدث في الدين أيضاً هناك زيادة في النصوص تشبه زيادة في الفلوس والنصوص الزائدة هي نصوص تاريخية ليس لها أصل سماوي ليس لها علاقة بالوحي يعطيها قيمة ليست حك ليست حكائك والأخطر من ذلك أن بعض هذه النصوص الزائدة تشبه العملة المزيفة التي تدخل الخزينة وتدمر الاقتصاد إما لأنها روايات تاريخية غير صحيحة أو لأنها روايات تاريخية تحولت إلى نصوص دينية بدعوة أنها من الوحي الذي تنزل عن النبي خارج القرآن وقوع المسلمين في فخ التفسير السياسي للإسلام ووقوع الإسلام نفسه في مصيدة التاريخ هو خطيئة سبكنا إليها أهل الكتاب اليهود تحديدة هذا الصراع المرير بيننا وبين الكيان الصهيوني من أين جاء؟ تأسس على نصوص تاريخية حولها اليهود إلى نصوص دينية كتابهم المقدس بكل أسفاره عبارة عن ماذا؟ عن نص سياسي تخللته قضايا دينية وإن بدأ في بعض مواضعه نص تاريخي أو نص أدبي لكن هذه النصوص السياسية أو التاريخية والأدبية هي نصوص جاءت في خدمة الكضية السياسية لبريء إسرائيل ومن ثم فهو نص سياسي في أغلبه أو في جوهره إقامة مملكة الرب وهيكل الرب وهيكل الرب لشعب الرب في أرض الرب هذه هي الكضية من أعطاهم كل هذه الحقوق؟ أحبارهم أحبارهم الذين كتبوا أسفار الكتاب المقدس بعد فقدان التوراة بزمن الأحبار كاموا بتحويل تاريخ بني إسرائيل إلى كتاب مقدس ونحن مشينا على خطاهم ومشينا على على خطاهم في كل شيء تكريبا أخيرا هذا الكلام قد لا يعجب البعض إما لأن هذا البعض قد تحدد وجهته سلفاً عن طريق الوراثة لا عن طريق البحث والتقصي والاجتهاد وإما لأن هذا البعض غير مؤهل أساساً لاستيعاب الكضية ضد هذا الطابع النكدي العميق وإما لأن هذا البعض من عادته أن يربط بين الكلام وقائله فإذا كان القائل وجيهاً دوحيفية فالكلام وجيه ومكبول وإن كان القائل إنسان بسيط لا تنطبق عليه مواصفات ومعايير المجتمع المتخلف فالكلام بلا معنى وإما لأسباب أخرى ذكرها الدكتور فؤال زكريا في الفصل الثاني من كتابه القيم التفكير العلمي لكن في كل الأحوال في كل الأحوال علينا أن نقوم بواجبنا الأخلاقي تجاه مجتمعنا وتجاه الحقيقة حتى لو واجهنا المجتمع حتى لو تعرضنا بسبب ذلك لإساءة الفهم والسلوك وحتى لو كشف لنا الزمن عن عورته خياراتنا نحن العرب محدودة لن ننجو من دائرة التيه والصراع ما لم نحدث ثورة في أفكارنا إذا كنا نعتقد أن بإمكاننا أن ندخل المستقبل بنفس العقل الكديم فنحن واهمهم واكعنا الخطأ هو ثمرة مقدمات خاطئة في ثقافتنا وعقائدنا وعقلنا الجمعي لا تحدثني عن المؤامرة الخارجية المؤامرة موجودة لا لكن لا يمكن أن تنجح إلا إذا وفرنا لها الشروط في الداخل ونحن العرب قد وفرنا كل الشروط اللازمة لنجاح المؤامرات الخارجية وفي مقدمتها شروط الصراع الطائفي والطبقي والسياسي نحن الذين مزقنا ديننا وأصبحنا شيء عن كل حزب بما لديهم فرحون نحن الذين مزقنا نسيجنا الاجتماعي بثقافة العنصرية نحن الذين منحنا الفاسدين المستبدين سلطة تمزيك هذه المجتمعات سياسيا وإشعال حاضرها ومستقبلها وكل هذا نحن نعرفه ونعترف به لكن بعضنا مثل بني إسرائيل يضمر الإيمان بالنبي ويعلن الكفر به لكن هذه الفئة المعاندة لا تعنينا الآن إنما يعنينا تلك الشريحة التي تريد أن تعرف وأن تبني على ما تعرف وراء رب كلمة صالحة تنبت في صخرة صماء وصلنا إلى الختام نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر